اشتركوا في القناة في تواجد وحضور جماهيري رائع جدا واجواء رائع جدا هنا في هذه المباراة وفي هذه الاجواء دخول اللاعبين الارضية الملعب دخول الفريقين دخول حكام هذه المواجهة بقيادة الحكم ابو بكر محمد الذي سيقود هذه المواجهة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهائي كاس جيم هناك في التصفيات وتواجد الحضور والجمهور في هذه المباراة وتواجد اللاعبين في ارضية الملعب وتواجد السفير القطري هناك في جزر القمر الذي يحضر هو يشرف الحضور في نهائي تصفيات كاس جيم في موروني في استاد بومير هناك في جزر القمر بين فريق يونيفيرسل وفريق باباوستانقب هنا في هذا النهائي الكبير والمثير ما بين الفريقين في اجواء رائعة جدا السماء ملبدة بالغيوم اليوم يومكم يا نجوم اليوم يومكم يا نجوم هنا في هذه المباراة النهائية والختامية قبل بداية المباراة هناك الكثير من التغييرات خاصة لفريق ماتسانقبابو الذي اجرى كثير من التغييرات وتبديلات مدربة فالمدرب منار شوبير الذي اجرى اكثر من تغيير في قبل هذه المباراة يبدأ اليوم في هذه المباراة في حراسة المرمى الحارس الذي اوصل الفريق الى هذا الدور والى المباراة النهائية الحارس سيم بكر الذي تصدى الى ركلات الترجيح امام فريق شمس في دور السيمي فاينل قبل الوصول الى هذا النهائي قبل الوصول الى هذا المحفل قبل الوصول الى الختام هنا تشكيلة الفريقين كما هي واضحة فريق بابا وماتسانقب يبدأ في هذه المباراة في حراسة المرمى بسيم بكر بن جديد حسين حديد بن محمد نير اسحاق حرد محمد سالم عفيف عطي سعيدو علي وايضا شداد حكيم هكذا هي الاسماة في تشكيلة فريق بابا ومستانقا بينما فريق يونيفيرسي اللي يبدأ في هذه المباراة في حراسة المرمى هاشم محمد كعب مطيع مبئي زبير قاسم أو زبير قاسم علي حاتم محمود أكان الدين الحاد أسين يحيو أحمد ونصر الدين مدربة المدرب والسيد أحمد يحيو بتوفيق للعبين في الظهور بشكل رائع جدا في هذه المباراة تحدث عن نهائي جزر القمر ما يميز حقيقة تصفيات هناك في جزر القمر كل دولة وكل مكان يتميز بشيء في جزر القمر هناك يتميزون بحضور الجماهير الملفت والحضور الجماهير الكثيف والرائع أيضا مع التفاعل في أرضية الملعب هنا حكم هذه المواجهة أبو بكر محمد قاضي هذه المباراة والكل في انتظار صافرة البداية الكل في انتظار صافرة شوط المباراة الأول تعرفنا في يوم الأمس على من وصل هناك في نهائي عمان ننتظر اليوم نهائي جزر القمر نتابع ونشاهد هنا البداية للفريق الذي سيرتدي اللون البنفسجي والرصاصي فريق بابو مستنغا في هذه المباراة الختامية الكل هنا في انتظار هذه الصافرة للبداية لشوط المباراة الأول باللون الزيتي فريق يونيفيرسل هنا في هذه المباراة النهائية الكرة في منتصف الميدان هنا النتيجة في علم الغيب على اللاعبين إخراج ما في المقزون والجيب هنا في هذه المباراة النهائية تحدث عن مشوار الفريقين في الوصول إلى المباراة النهائية فريق يونيفيرسل فاز على فريق سامبام دون بنتيجة ثلاثة شيء بعد ذلك تفوق على فريق أبليكاسيون الفريق الذي لم يتواجد ولم يرعب مباراة السيمي فايل مشوار سهل مقارنة بفريق باباو مستنغا الذي فاز على فريق أونجوغو بنتيجة واحد لا شيء بعد ذلك تغلم وبصعوبة وبركلات الحظ الترجيحية يقول حظ لأن الحظ يلعب دور كبير في ترجيح كفة الفائز للوصول إلى المباراة النهائية فاز بركلات الترجيح بأربعة أداف مقابل ثلاثة اليوم لا بد من فائز اليوم لا بد من أحد في ليلة الأحد كرة فيها ناحية اليومنى حاكم المباراة قريب لذلك يحتسب رامية جانبية لمصلحة فريق باباو مستنغا الفريق الذي يأتي باللون البنفسجي والرصاصي يذكر بأن باللون الزيتي فريق يونيفيرس الكرة تعود لهم في وسط أرضية الملعب محاولة في الناحية اليومنى تعود مرة أخرى في منتصف أرضية الملعب من الناحية اليسرى لمصلحة اللاعب يحيو أحمد يحيو يحاول من أجل يحياء هذه المباراة من أجل يحياء أمالة في التاهل والوصول إلى نهائيات كاس تشيم في فبراير القادم كرة تحولت إلى خارج جردية الملعب إلى رمية جانبية لحظات أولى دقائق أولى على البداية على الانطلاقة من ينطلق نحو الدوحة من يصل إلى النهائيات كرة تحولت إلى خارج جردية الملعب إلى رمية جانبية دقائق كافية للتعرف على هوية المتاهل من جزر القمر كرة تحولت إلى خارج جردية الملعب إلى رمية جانبية من الجيات اليسرى لفريق بابا ومستانغا في ناحية اليسرى محاولة لهذا الفريق الذي أو هذا الفريق باللون الزيتي كرة تعود في وسط أرضية الملعب يتقدم الآن اللاعب أكان الدين يحاول فيها لكن كرة أكان عدت أرضية الميدان تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية نتحدث عن كرة القدم هناك في جزر القمر منتخب جزر القمر انضم إلى الاتحاد الدولي أو اتحاد جزر القمر اتحاد كرة القدم انضم إلى الاتحاد الدولي في عام 2005 يعني يدوب أعوام قليلة على انضمام جزر القمر ومنتخب جزر القمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2005 خاض أول مباراة دولية كانت معترف فيها في عام 2006 في اليمن في صناعات تحديدا في السابع عشر من ديسمبر من عام 2006 أما منتخب جيبوتي وتغلبها على منتخب جيبوتي بنتيجة أربعة اثنين كرة أودلان محاولة في وسط أرضية الملعب في الناحية اليسرى تقدم الآن مرر من الناحية اليسرى حاتم صح أاتم لكن كرة أاتم بتعدي إلى خارج رضية الملعب إلى ضربة مرمى كرة ماضية عدت إلى خارج رضية الملعب إلى ضربة مرمى أكبر فوز أربعة اثنين على منتخب جيبوتي في عام 2006 وأكبر خسارة كانت خمسة لا شيء أمام منتخب مدغشقر الأكثر مشاركة قاسم عبدالله بعشرين مباراة دولية وهو الهداف برصيد سبعة أهداف في اللحظات القادمة وهنا محاولة قادمة يونيفيرسل يحاول فيها التقدم الآن أكاد الدين يحاول من مطيقة الجزة التسويبه أو يحيو قوية لكن وصلت إلى حارس المرمى سيم بكر الحارس الذي رهن عليه هناك فيه الستيديو أتعلي شوف هنا الكرة والتسويبة الأولى يعني الكرة الأولى ما مشت لكن الكرة الثانية جاءت عن طريق يحيو عبدالعزيز حسن هناك في الستيديو التحليل الكابتن القطري القدير بتواجد أيضا كابتن منتخب عمان سابقا اللاعب بدر الميمني والنجم العماني مع النجم القطري هناك في الستيديو التحليل الكابتن عبدالعزيز حسن رهن على السيم بكر حارس مرمى فريق بابا ومستانجا ورجح كفة فريق بابا ومستانجا في الفوز في هذه المباراة كرة تحولت إلى خارج رضية الملعب إلى رمية جانبية ينك علي على تنفيذ الرمية الجانبية محاولة في الناحية اليمنى لكن خروج حارس المرمى كرة بتعدي إلى خارج رضية الملعب إلى رمية جانبية عاصمة جزر القمر هي موريني عدد السكان هناك في جزر القمر سبعمية وثمانية وتسعين ألف نسمة كرة تحولت في الناحية اليمنى محاولة لتقدم من جانب فريق يونيفيرسل ولكن كرة فيها راية فيها النقطة الماضية جزر القمر كما ذكرت بأنها بدأت للتو في كرة القدم ليس لديها التاريخ الكبير ويقولون إذا كان الماضي لا يستحق الحديث فلتصنع مستقبلا يستحق أن يحكى يستحق أن يحكى اليوم الفرصة لهؤلاء الأشبال اليوم الفرصة لهؤلاء الصغار للظهور للسطوع في سماء العاصمة بومير موروني أو في موروني بالتحديد كرة تعود الآن محاولة فيها الدقية الدفاعية كرة تعود من منطقة الجزاء محاولة خطيرة لكن تتخلص تعود الكرة من جديد في منتصف أرضية الملعب لمصلحة فريق يونيفيرسل المحاولة والانطلاق ملعب رائع وجميل أجواء رائعة جدا في ملعب موروني كرة فيها محاولة الكرة الأمامية نشاهد من خلال دقائق الماضية ست دقائق على شرط المباراة الأول نشاهد بأن يونيفيرسل يتقدم يحاول يستحوذ هو الأكثر جرأة هو الأكثر ذهابا إلى المرمى لكن حتى لا أكلمني عن النتيجة ما زالت بالتعادل السلبي صفر صفر هنا ما بين الفريقين كرة فيها محاولة لكن تتخلص من جانب اللعب سالم عفيف في يوم كبير جدا هنا كرة فيها محاولة لكن وصلت سالة عند حارس المرمى الحارس هاشم حمد كرة تعود الآن هاشم حمد بالرقم 17 سيم بكر بالرقم 18 في حراسة مرمى الفريقين في هذه المواجهة دائما وامد الحارس هو أحيانا يكون نصف الفريق وأحيانا أخرى يكون الفريق بصراحة الفريق كله كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى شاءت تألق قط حراسة المرمى في هذه الأيام تحديدا في أوروبا هناك جي جي بوفون مانويل نوير كرة فيها ناحية اليمنى كورتوة مع تشيلسي ونفاس مع الريال كرة فيها محاولة من مطقة الجزاب تبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب مع وقوع لاعب على أرضية الملعب بالسلامة إن شاء الله هنا الحضور الجماهيري حتى الآن نتيجة سلبية محاولة لبث روح الحماس لاستفزاز أو استفزاز طاقات اللاعبين في أرضية الملعب كورة في عن ناحية اليمنى لمصلحة فريق يونيفيرسل كورة الآن ترسل عرضية داخل مطقة الجزاء تسويبة الدفاع يقول لا الدفاع يتدخل في النقطة الماضية أيضا سيم بكر سيم بكر كل شيء كل شيء يتوقف عند حدود قفازين عند حدود ذراعي سيم بكر حتى الآن في الأولى نجح في الثانية أيضا برضو نجح العرب يقولون الثالثة ثابتة نشاهد ونتابع في الدقائق القادمة نشوف هنا الكورة العرضية والمتابعة لم تكن قوية هنا المتابعة هنا حارس المرمى على الطول على الطول للارتماع وردة الفعل والرياكشن في اللقبة الماضية كورة تعود في منتصف الملعب محاولة لمصلحة فريق يونيفيرسل الذي يستحوذ ويسيطر فيه الدقائق الماضية من شوط المباراة الأول ثمان دقائق ندخل على الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول في هذه أربواتها كورة في منتصف الملعب تلعب الآن طويلة لكن مقطوعة تعود مرة أخرى حاكم المباراة يحتسب خطى صافرة حاضرة خطى على اللاعب رجدي حسن هنا المدرب منار يظهر على الصورة منار ينتظر أن ينير أحد اللاعبين طريق المرمى وطريق الوصول إلى الدوحة كورة في الناحية اليمنى محاولة لما فريق بابو مستانجا الغائب عن الهجوم الغائب عن الخطورة في الدقائق الماضية كورة تحولت إلى خارج رضية الملعب إلى رميع جانبية من الناحية اليمنى لمصلحة فريق بابو مستانجا هنا اللاعب ستاش يظهر على الصورة مير إسحاب رمية جانبية في الناحية اليمنى تبعد تتخلص المرتدل المرتدل تفعل بشكل سريع لكن هناك لاعب يقرأ الكورة بشكل رائع جدا في وسط الملعب من جانب فريق بابو مستانجا كورة تعود الآن محاولة في الناحية اليمنى لمصلحة فريق بابو مستانجا محاولة للمرور للعبور للوصول وتسجيل الدخول في شوط المباراة الأول كورة في الناحية اليمنى محاولة خطيرة جدا أمام منطقة الجزاة كورة عرضية محاولة لكن تتخلص تعود المحاولة من جديد في الناحية اليسرى هنا المرور هنا التقدم هنا الدفاع يدافع بشكل رائع جدا وكورة تحولت من جانب اللاعب سالم عفيف سالم عفيف وكورة تحولت إلى خارجر محاولة الملعب من عفيف إلى رمية جانبية حتى الآن يونيفيرسل يريد أن يكون هجوم أو يريد بأن يشكل الخطر محاولة ممطقة الجزاة لكن أرس المرمى سين بكر مع تدخل في النقطة الماضية من يحيو أحمد هدي يا يحيو هدي ما زلنا في البدايات ما زلنا في المقدمات ما زال هناك الكثير من الوقت وما زال هناك الكثير من الوقت الكافي نيب التزجيل والوصول ليس يحيو في اللقطة الماضية كان اللاعب قاسم علي قاسم علي يتداخل مع حارس المرمى في منطقة الستة ياردة في منطقة الستة ياردة دعم التداخل مع حارس المرمى والاحتكاد مع حارس المرمى يكون من خطة كرة تعود في وسط أرضية المرمى في التقدم ولكن تقضي دفاعية تعود الكرة من جديد في الناحية اليسرى هنا كرة مقطوعة محاولة الآن هجوم مرتد سريع هجوم مرتد سريع هنا المروريات مروا عدوا عدوا مر قاسم علي ولكن بعد ذلك سيم بكر ما شاء الله تبارك الله على هذا الحارس ما شاء الله تبارك الله على هذا الحارس الذي يقدم أداء رائع جدا من خلال الدقائق الماضية من شوط المباراة هالأول كرة تحولت التوقيت ردة الفعل خروج في الوقت المناسب وصفات حارس مرمى رائع جدا كرة تحولت إلى خارج رضية الملعب رامية جانبية رامية جانبية تلعب فيها الناحية اليمنى محاولة لمصلحة فريق يونيفيرسل ولكن تحولت إلى رامية جانبية من الناحية اليسرى حتى لن فريق بابو مستنغي يكتفي بالدفاع من خلال الدقائق الماضية كرة تلعب عرضية بعيدة جدا تحولت إلى خارج رضية الملعب تحت أنظار المدرب أحمد يحيى يوجه يحاول من اللاعبين تنفيذ التعليمات في أرضية الملعب كرة تحولت إلى خارج رضية الملعب إلى رامية جانبية رامية جانبية فريق يونيفيرسل هو الأكثر راحة لأنه لم يلعب مباراة نصف النهاية الكرة لان في ناحية اليسرى تسويبها لكن الكرة بتعدي إلى خارج رضية الملعب إلى ضربة مار هنا الكرة وهنا التسويبها في اللقنة التنماظية اليسارية باليسار ولكن أخطأت طريقة الديار في اللقنة التنماظية يسارية كانت عن طريق اللاعب كعب مطيع عالي ولكن الكرة لم تطاوع مطيع في اللقنة الماضية عدد وذهبت إلى خارج رضية الملعب إلى ضربة ماربا كرة تعود الان محاولة في وسط رضية الملعب في الناحية اليمنى لمصلحة فريق بابو مستنغا محاولة الان في انطلاق وفيها سرعة من الناحية اليمنى تغطية دفاعية موجودة كرة تحولت إلى خارج رضية الملعب إلى ضربة ركنية ضربة ركنية في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات لمصلحة فريق بابو مستنغا هي الأولى عظية داخل منطقة الجزاء قريبة جدا مرت مرت وانتهت عندها ضربة ماربا كرة صعبة 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 عدت عدت في اللطة الماضية كادت أن تدخل ولكن مرت بمحاذاة القائمة إلى خارج رضية الملعب ضربة ماربا كرة تعود الان محاولة إلى خارج رضية الملعب إلى رمية جانبية رمية جانبية ضربة ماربا لمصلحة فريق بابو مستنغا ضربة ماربا تنفذ في وسط الملعب محاولة من الناحية اليمنى إلى خارج رضية الملعب إلى رمية جانبية كرة إلى رمية جانبية من الناحية اليسرى لفريق يونيفيرسل محاولة لتقدم لكن تبعد من دفاعات بابو ماتسنغا كرة تعود الان محاولة تقدم من الناحية اليسرى ولكن أيضا هناك حالة تسلل وبساعة بتعدي نلعب مشاهدين متابعين في كل مكان في آخر خمس دقائق على نهاية شوط المباراة الأول من هذه المواجهة هدف من شأن أن يشعل المباراة ويعطي حماس أكبر لدى اللاعبين في أرضية الملعب كرة تعود الان في وسط أرضية الملعب محاولة من الناحية اليسرى تقدم الان ولكن تغطية دفاعية كرة تعود في الناحية اليمنى الكرة تحولت إلى خارج رضية الملعب إلى رامية جانبية رامية جانبية فريق بابو ماتسنقا يدافع يدافع في الدقائق الماضية هل يريد بأن يذهب إلى المباراة إلى ركلات الترجيح لأنه يملك حارس بقيمة سيم بكر لا نعلم ولكن حتى الآن هو يكتفي بالدفاع من خلال الدقائق الماضية ولو ذهب إلى ركلات الترجيح فهو متسلح بتواجد حارس المرمى سيم بكر لكن حتى الآن هناك عديد من الدقائق كرة لان فيها تسويبها لكن الله على حارس المرمى يا السلام يا السلام على سيم بكر على التقاط الكرة في النقطة الماضية على أساسيات حراسة المرمى الموجودة الموجودة في حارس المرمى سيم بكر مرور يأتي في وسط رضية الملعب من جانب اللاعب رشدي حسين أو رشدي حسن يكسب خطأ خطأ لمصلحة فريق أونيفيرسل اللاعب يسقط هنا اللاعب يحيو وهنا التسويبة كانت بوجه القدم لكن حارس المرمى يتصدى للكرة الترماذية وهو أيضا من يبدأ الهجوم ومن يقود الهجوم في لعب الكرة الطويلة هنا التوجيه والتعليم يأتي من جانب المدرب أحمد يحيى إصابة يتعرض لها حد لعبي فريق بابو ماتسانجا سلامات إن شاء الله تمنى له السلامة والعودة يينك علي يتعرض للإصابة طبعا تحدث عن منتخب جزر القمر الذي يحتل حاليا التصنيف 177 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي الفيفا أفضل مركز كان احتله منتخب جزر القمر مركز 164 في عام 2011 أيضا في نفس العام احتل أسوأ مركز عندما احتل المركز 198 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم محاولة في وسط أرضية الملعب طبعا لعبة كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى هناك في جزر القمر كرة الآن تلعب أمام منطقة الجزاو ولكن تتخلص تعود المحاولة من جديد في وسط الملعب من الناحية اليمنى تقدم الآن محاولة مرور يأتي من الناحية اليمنى ولكن تغطية دفاعية بعد ذلك كرة تحولت إلى رمية جانبية رمية جانبية في الناحية اليمنى محاولة الآن للانطلاق والاختراك من الناحية اليمنى حارس المرمة هنا التصديات والكرة تحولت إلى خارج رضية الملعب رمية جانبية رمية جانبية تصدي من هاشم حمد وكرة تعود الآن محاولة عمام منطقة الجزاء تبعد تتخلص حاكم المباراة يشير على خطأ بابا مزمومة سنقا يحاول في الدقائق الماضية لكن حتى لا لا يعرف النجاح والفلاح في شوط المباراة الأول النتيجة ما زالت بالتعادل السلبي 0-0 ما بين الفريقين شوف هنا خروج حارس المرمى تردد حارس المرمى في اللقطة الماضية محاولة في الناحية اليمنى ولكن هنا كرة تغطية لم تكن بشكل مطلوب المرغوب هنا تبعد بعد ذلك إلى خارج جردية الملعب إلى رمية جانبية رمية جانبية من الناحية اليمنى نلعب في آخر ثواني شوط المباراة الأول من هذه المواجهة محاولة الآن ما زالت مستمرة تغطية دفاعية كرة تعود من جديد في وسط الملعب محاولة لمصلحة فريق بابو ومتسنقا كرة مقطوعة تعود الكرة الماضية مطالبة بخطأ حكم المباراة لا يكترث لا يشير على أي شيء كرة تعود في وسط الملعب محاولة للانطلاق ولكن تغطية دفاعية كرة تعود من جديد محاولة في الناحية اليمنى كرة العبلان في الجيئة اليمنى عرضية عرضية ممكن عرضية ممكن عرضية لكن وصلت سهلة وصلت سهلة كان موجود في القائمة الثانية اللاعب حاتم محمود وهنا التوجيه لابد أن يكون من المدرب يعني في هذه الكرة وفي هذه اللقطة لابد أن يتواجد على القائم الأول ولكن هو تواجد على القائمة الثانية لذلك الكرة وصلت سهلة عند حارس مرمى فريق يونيفرسل في اللقطة الماضي هنا مشاهدين متابعين في كل مكان حاكم المواجهة ينهي أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي صفر صفر ما بين الفريقين على أمل لقابكم في شوط المباراة الثاني تقبل تحية محدثكم أحمد عبدالله البلوشي أما الآن نذهب بالكلمة والصوت الصورة للزميل العزيز حسن الملة ولكن بعد الفاصل